تلقى البنك المركزي المصري إشادات واسعة بالتنظيم المبهر والاستثنائي للاجتماعات السنوية الحالية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية فقد أكد فنسيت نيمهيل الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقية في كلمة له خلال افتتاحات الاجتماعات السنوية عن تقديره للجهود الكبيرة التي بدلها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في قيادة إعداد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية كما قدم رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إيكنومي أديسينا الشكر والتحية على ما وصفه بالعمل المثير للإعجاب الذي قدمه البنك المركزي المصري لتنظيم فعليات الاجتماعات السنوية الحالية للبنك الأفريقي وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لاستقبال ديوف مصر وأيضا تقدم غزالي عثماني رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي بجزيل الشكر لمصر والمنظمين لفعليات المؤتمر على حفاوة الاستقبال وتسهيلات الكبيرة التي حظي بها مع الوفد المرافق منذ القدوم للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية